اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت من خلال اتباع مجموعة من الطرق من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا ثم بعد ذلك نقوم بالنزل للأسفل نضغط على التطبيقات ثم بعدها نأتي إلى نافذة التطبيقات نقوم بالنزل للأسفل للبحث عن تطبيق فيسبوك لايت هنا ثم بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على فيسبوك لايت ثم سوف يقوم بأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعد ذلك نقوم بالضغط على مكان التخزين هنا تضغط عليه ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة تضغط على مساء التخزين المؤقت ثم تقوم بالضغط على إدارة التخزين بعد ذلك تظهر معك هذه النفذة تقوم بالنزول للأسفل تضغط على كلير هنا أو مسح ثم سوف يقوم بتحديث يعني أو حل هذا المشكلة عندما تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك وهنا نكون قد انتهينا تساوي اشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله